قائمين ومش بس بأتكلم عن المسؤولين حاليين للقائمين على منظومة الكرة في مصر على مدار سنوات كتير جدا يعني إلى أين وصلنا؟ يعني هل ده كان مستهدف؟ هل ده كان مخطط لي؟ الحالة العشوائية اللي بتدار بيها منظومة الكرة على مستوى البطولات المحلية على مستوى المنتخبات بكافة عمرها أولمبي أول شباب حالة العشوائية اللي بتدار بيها المنظومة دي إلى متى؟ يعني لابد أن ده سؤالي يسأل يعني أنا بكلم أنه صناعة رياضة في مصر النهاردة صناعة كبيرة جدا ومهمة جدا ودولة عندها من الإمكانيات اللي تخليها واحدة من دول قوية جدا مش بس على مستوى القارة الأفريقية على مستوى العالم كله الحقيقي أنا شايف أنه مصر عندها مؤهلات أنها تكون دولة قوية جدا في رياضة كرة القدم قوية فنيا وقوية اقتصاديا عندنا قواعد جماهرية عظيمة جدا عندنا أندية صحبة شعبية وصحبة تاريخ وصحبة رصيد من البطولات كبيرة جدا هل ده المشهد اللي احنا بنشوفه المتكرر ده يصلح أنه يكون في أهم مسابقة محلية في الدولة المصرية هل ده جدوى المسابقة ينفع أن نقول عليها المسابقة الأهم على مستوى القولة المصرية يعني بأي عقل وبأي منطق الناس اللي بتدير إيه بصمتها طب ما هو أي حد على فكرة أنا لو نزلت جبت أربعة أو خمسة من أي حتة وقلت لهم عملوا لي مسابقة هعملوا لي مسابقة بنفس الحلة المشوهة اللي احنا عايشينها مع حضراتكم فين تطوير اللعبة فين التقنيات حتى الفار لما دخل بقى أصبح صداع أكبر من ما كانش موجود يعني زمان كنا بقول الحكم ما شافهاش الحكم بياخد قرارات ثانية فالناس نوعا ما يعني بتقدر تعدي الغلطة وممكن تقول إنها فعلا مش مقصودة لكن النهاردة لما بقى فيه تقنيات الفيديو بقى كل شيء متشاف الكرة بتتعاد مرة واثنين ولما بتحدى القرار غلط وعندي اتنين حكام في الملعب حكم ساحة وحكم فار ويبقى فيه إصرار على الغلط حالة تعنت حالة تربص أعتقد طبعا دي الحالة بتاعتم بارحة على هوا زي ما حضراتكم شايفينها وطبعا يعني الموضوع مش واضح مش محتاج شرح الموضوع في منطق الوضوح وأغلب حكامنا الدولين اللي سمعتهم الحقيقة قالوا إن الكرة بشكل كبير جدا تحتسب هدف لكن في النهاية ليه حالة الجدل موجودة يعني عندي تقنيات فار الناس بتكلم عن إخراج التليفزيوني على زواية تصوير على جودة الكاميرات وجودة الريبلي أو إعادة اللقطات احنا عندنا حقوق رعاية وعندنا رعاية وعندنا حقوق بس تليفزيوني يعني ليه ما بيتمش الإنفاق على تطوير المنظومة الأهم واللي يخصنا إحنا كأهلي أنا هنا بتكلم عن الكرة المصرية والله كلها مش بس دفعنا عن نادي الأهلي لكن غيرة كمان على الحالة اللي وصلت ليه كرة المصرية على الحالة اللي وصل ليه مسابقة الدوري المصري اللي بشوفها إنها تستحق تكون نمرة واحد في المنطقة حتى أقوى من دول خليج برغم إمكانيات المادية الكبيرة اللي بتتمتع بيها الأندية لكن ما عندهمش العنصر الأساسي اللي نجاح أي مسابقة الجمهور ده موجود عندنا هنا في مصر المواهب عندنا في مصر عندك المادة الخاملة لأنك تصنع بطولة في منطقة القوة لكن إزاي تديرها وإزاي تخطط لها ده شيء غايب اسمحولي من سنين طويلة مش من دلوقتي الأهم وفي دية واحدة قبل ما نروح لفاصل الأهم من ده إنه الموسم الجاي في منتهى 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 صعوبة على لعبة النادي الأهلي وإنه عندك تلاحهم مواسم هيستمر ثلاث سنين متوالية يعني أنت بتتكلم على إنه الفرقة دي أول ما تخلص بطولة دوري لعبتها القوامل الأعظم لمنتخب مصر هنضموا المنتخب في تصفيات كاس عالم عندك كاس العرب في شهر 12 عندك كاس عالم للأندية في شهر 12 عندك كاس سوبر إفريقيا الأهلي وراجا كازابلانكا في شهر 9 عندك بطولة إفريقيا دوري أبطال عندك دوري محلي مجهول المعالم حتى اللحظة مش عارفين هيتلعب مش هيتلعب هيتلعب مجموعتين هيتلعب مجموعة واحدة هتلعب دور واحد هتلعب دورين شيء مش واضح عندك أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير عندك كاس العالم واستعدادات وتحضيرات كاس عالم فأنت بتكلم على موسم في منتهى صعوب والأهلي لن يتنازل وجمهي النادي الأهلي لن تنازل عن طموحها المشروع جدا إنها محتاجة تنافس وتحقق كل اللقب تاخده فيه الفترة اللي جاي فأعتقد أنه النظر للمستقبل تقول أنه هذا الجيل طبعا له كل التقدير وله كل التحية وله كل الاحترام على الإنجازات العظيمة اللي اتحققت أرقام الحقيقة هتتكتب بإسمه في تاريخ النادي الأهلي بحروف من نور ما حدش يقدر ينكر عليهم ده لكن الجاي كمان صعب والجاي كمان محتاج استعداد بشكل خاص ومعين خليني أروح لفاصل وأرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة